عمل البي أل سي خلونا نعرف ما هي طريقة عمل البي أل سي يعني احنا لازم نعرف طب كيف مبدأ عمله البي أل سي كيف بيشتغل بكل بساطة عند وصول إشارة دخل للجهاز فإنه يعطي إشارة خارج حسب الأوامر أو البرمجة المكتوبة التي أعطيت له يعني تتعامل مع إشارات بسيطة الإشارة هذه في دخل للجهاز وفي خارج تمام إذا دخلت إشارة للجهاز فإنه هذه الإشارة تخرج تخرج بناء على الأوامر والبرمجة المكتوبة في الجهاز كيف طيب يعني لو أنا عندي الآن في جهاز بي أل سي وأنا في عندي مفتاح وفي عندي مصباح لمبة مثال ناخد مثال بسيط نفهم هذا الموضوع إلا أنا بدي أبرمج أو بدي أعمل نص بسيط مكتوب في هذا الجهاز إني أنا لما أشغل المفتاح تضوي عندي اللمبة أو المصباح ولما أطفي يطفي عندي مين المصباح في الكلاسيك كنترول كنا منتعامل مع رليه تمام وتلامسات أون أوف هنا لا تلامسات تطفي وتشتغل صح هنا لا هنا أنا بكل بساطة بيكون أنا عندي الدخل المفتاح وبيكون أنا عندي الخارج المصبح ولكن بيتعامل زي ما ذكرنا مع منطق المايكرو بروسون في البي أل سي بيتعامل مع شيء اسمه منطق كيف يعني منطق يعني بيأخذ إشارة زيرو لو أنا مثلا كتبت النص في المعالج على إنه إذا دخلت له زيرو يعطيني زيرو يعني معناته إنه اللمبة طافية تمام الإشارة الكهربائية من هذا المفتاح تتحول لقيمها زيرو في البروسيسور وبيخرجها بناء على هيك زيرو بناء على الأمر المكتوب فإذا دخلت زيرو لازم يطلع لي زيرو معناته اللمبة طفت طيب لو أنا شغلت المفتاح ها أعطاني إشارة رق ون في المايكرو بروسيسور فهم إنه هذا الـ CPU الداخل في الـ PLC إنه إذا أجت له إشارة ون بدي يطلحها بالمقابل ون والإشارة ون لما بتطلع يعني معناته بدي يدخلي أو يخرجلي عفوا كهرباء إلى المصباح وبالتالي ضوط اللمبة فكرة المنطق هكذا إذا أنا كتبت الأمر عندي زيرو كدخل زيرو بدي يطلع لي يا زيرو دخلت ون بدي يخرج لي يا ون طبعا المنطق في الـ CPU بيأخذه بالشكل هذا لكن في أنا عندي وحدات إدخال ووحدات إخراج هذه وحدات هي الوحدات المساعدة في ترجمة في ترجمة البوابة المنطقية إلى بوابة تماثلية كيف يعني تماثلية؟ يعني إشارة الكهرباء وهي طافية وحدة الإدخال بتاخدها مثلا بتبرمجها إلى زيرو بتدخيلها في الـ CPU بيطلحها الـ CPU 0 إلى وحدة الإخراج ومن وحدة الإخراج بيطلحها بعد ذلك إيش؟ بشكل تماثلي كإشارة كهرباء، الضويلة، اللمبة أو المصباح نحن حنشوف ما هي علاقة وحدات الإدخال والإخراج المتصلة مع الـ CPU في الـ PLC لكن فكرة موضوع الـ CPU أو المنطق طبع الـ PLC بالشكل هذا هو في الأخير عليه أنه يستقبل زيرو أو وان وبناء على إيه؟ وبناء على الصيغة المكتوبة البرمجية يبدو يطلع عليها وان زيرو زيرو وان 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 وهكذا ما هو التحكم المنطقي المبرمج الـ PLC؟ يعني بناء على أنه احنا عرفنا أنه نظام الـ PLC بشكل عام تمام؟ يتعامل مع النظام الثنائي البايناري سيستم النظام الثنائي البايناري سيستم هو النظام الذي يوجد به رقمين فقط واحد وسفر تمام؟ فأن الإشارة موجودة أو أن المفتاح في وضع أون تمام؟ يعني أن الإشارة أو الرقم واحد وإذا كان المفتاح في وضع أف يفهم أن الإشارة هنا زيرو وهكذا تمام؟ فالتحكم أو الحاكم المبرمج في الـ PLC يفهم الإشارة الرقمية اللي بنسميها Digital Signal هذه عبارة عن إشارة رقمية Digital زيرو أو وان تمام؟ فبناء على هي إيه ممكن نعطي تعريف للتحكم المنطقي المبرمج؟ بكل بساطة هو عبارة عن جهاز رقمي قابل للبرمجة حسب احتياجات العميل تمام؟ أو صاحب الشركة أو صاحب المصنع ويقوم بتنفيذ أنواع متعددة من وظائف التحكم في الأجهزة والمعدات من خلال عمليات الإدخال والإخراج المنطقية بناء عن البرنامج المكتوب يعني من خلال وحدات الإدخال والإخراج المتصلة بالCPU تمام؟ هذا الجهاز يقوم بتنفيذ وظائف التحكم كاملة في الآلات والمصانع والمعدات ترجمة نانسي قنقر